هل إحنا بصراحة شديدة محتاجين بالضرورة القصوى تبقى كمان الأحداث اللي حصلت في الآخر دي لخبير تحكيم عجنبي؟ بص الموضوع لما جربنا تجربتين خبراء أجانب وجم فشلوا فشلوا؟ فشلوا فشلوا ولا فشلناه وما كان بتنجاه والله بغض النظر في الآخر التجربة في الآخر بتسوي عدم نجاح لا ما هو في نفسه لا لا ما هو بص وفي الآخر انت لازم تختار مواجهة من يا كريم لما اتكلمت على المنظوم انت تتغير فانت لازم تختار كفاءات بدون محسوبيات واختار الأقدر بالشغل واختار اللي ممكن ينجح بدون علاقات ومصالح والقصة اللي بتحصل طول الوقت فانت بحتاج تختار كفاءات الكفاءات دي هتنجح الراجل الأجنبي لو ما كان راجل أجنبي موجود وعايز النجاح هتنجحه انا بأعرض رؤيتي في القصة دي زي ما عرضت موضوع المحارة هأعرض لك الرؤية الرؤية بمنطها البساطة ان انت ممكن تجيب خبر أجنبي اشتغل في التطوير والتسقيف وتدريب الحكام والشغل العامل في الملعب تمام ويبقى فيه رئيس لاجنة حكام مصري لو كابتن برم نوردين ايا كان مش فارق معاهمين رئيس لاجنة حكام مصري مع الخابير الأجنبي ده اللي اتنين هيشتغل عشان ينجحوا بعض فانت هتشتغل الجنب الفني والجنب الثقافي والجنب التدريب والحاجة دي كلها هو هينفسها بحرافية اتحاد أفريقي والتحاد الدولي يعني بكل مقاط من كو انا عادة متفائل بس في الحالة بتاعت الحكام دي دايما للأسف يعني هم اللي خلوني متشائل هنجيب لوقتي راجل خبير يثقف ويعمل ويعمل محاضرات وحاجات لطيفة كده وفي رئيس لاجنة حكام بيعين وبيشتغل وكلام ده كله مش هيشتغلوا مع بعض هيشتغل انا اقول لك اشتغلوا بسيط جدا كريم عايز ينجح وانا عايز ينجح ننجح بعض بعكس ما تبقى انا موجود موظف يا كابتن جهاد انا عايز ينجح انا معاك انا معاك اوه اتنين اولا حانا لوقتي عندها اتنين مسكين لاجنة الحكام اه اتنين دولا عايزين ننجح بعض بلاهم كل احترام لما كان فيه لجن قبل كده لا ما انا كريم بس انا فيه كومنت بسيط اللي حصل ان الناس جهوهم قالولهم انتوا بتديروا مفيش حكا اسمها كده مفيش رئيس للمركب فلا اللي هيحصل لما فيه رئيس للمركب والتنين له اختصاصاته بس في الاخر ليه رئيس حلق ما اقول لي رئيس انا اجنبي اه جيت قلت لك كابتن جهاد رئيس لاجنة الحكام اه كابتن جهاد معلش انا على ضوء الرؤى الفنية اللي انا عملتها والمحاضرات والكلام ده كله الحاكم سين ده لا يصلح لإدارة مباراة الاهل اللي جاية مثلا مثلا ده ضروري مثلا انا قلت كده كاجنبي فاتجيت قلتلي كرئيس لاجنة الحكام ما عليش ما احنا عارفين اتباعنا يعني اه لا وانت اللي هتاخد القرار لا 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 بص كريم ما هلكص انا بكلمك على عرض الواقع لا لا بقولك لا بس برضو لما بيتحدد الاختصاصات الفنية وتوزير المطشاط الكلام انت بتقوله ده راجل الفني ده هو اللي يقول للراجل النصيحة دي بتنفس ده واجبة التنفيذ عشان تنجح ما انت بشي تبقى ضده لو بيت ضده انت بتنصف انت بدون هتفشله وفي الاخر لازم برضو اقولك في المركب لرئيس واحد لازم معلن ان رئيس اللاجنة كذا والراجل اللي هي بيشتغل فني وجاي ننجح بعض ونشتغل مع بعض غير كده هات كولينا هات بوساكة الرئيس ساجد الحكام اتحاد دولي او مدير فق هات بو هات اي حد اوروبي وحط معاه مش هننجح احنا في الاخر عايزين ما ننضرش في نفس الدايرة عايزين نخرج ان الموضوع الصلاح المزمن اللي معانا بقان وست من اول لجنة كابتان عصام عشرين عشرين لغيته النهاردة نفس بندوله في نفس الدايرة ونفس الاخطاء ونفس المشاكل ونجيب ونغير ونغير الوجوه ونجيب اجنابي ونجيب مصري انا عندي حساسة ان اجانب اللجوم تحديدك لاتي بيرج كان ممكن ينجحه لو كان موجود موجود هنا في مصر وتعاون التعاون المسمر اللي ممكن ينجحه كان نجح انا عارف عقليته انا عارف اكذا عملته وعارف عقليته كان ممكن ينجح حتى كان بالكلام ان هو مخدش مش محاضره لا لا راجل عاكن عنده خبرات احنا ساعدنا برضو هو مساعدناهوش وهو مساعدش نفسه صفر لليونان وعدم وجود طوالوقت وعدم التفرغ للملف اذا بقولك الملف ده محتاج تفرغ محتاج طوالوقت انت موجود في التحكيم 24 ساعة في 24 ساعة التحكيم معادش بيدر زي انت مش موظف انت مش تقعدش الساعة جاء التلاتة تروح ده مش تحكيم اشتركوا في القناة